بيبتدي المسلسل مع حكاية بعد افلام كونج فو باندا واللي بو بقى في اخرها معلم التنانين وما حدش يقدر عليه وبطول الحدوتة دي ان كان فيه دوب اسمه بو وده بقى محبوب وكله بيخاف منه اي حد بيحاول حربه بيخلص عليه ومن روح بعدها بقى لبو اللي احنا عارفينه واللي ماشي في نص المدينة بتاعته وكله عمال يجري عليه وياخد صور معاه وقوه على باب الله رايح ياكل اصلا ويشوف الاكل جوسي ولا لأ وفي الوقت ده بيكون فيه اتنين بيرابو كلاويس وذيروكا واللي عايزين يسرق قفاس خارق اللي بيلبسه محدش هيقدر عليه وبيسمع بو السكان خايفين من الحرامية ده لأشان يقوم من على الاكل متضايق ويروح يشوف ايه اللي بيحصل ولما بيطلع بيكون كلاويس وذيروكا سرق القفاس خلاص علشان يفضل بو يجري غراهم لحد ما يزنقهم ويكسر الجسر على دماغهم وياخد منهم القفاس تاني بس علشان حظه وحش بيقع القفاس تاني من بو ينزل بالزبط على كلاويس وذيروكا بس بيتكسر منه صباح وبياخده بو ولما بيروح وراء كلاويس بيدي له ضربة وهو لابس القفاسي يطيره بعيد ويوقعه في المياه وبيقرر بو انه ما ينفعش يستسلم علشان كده اكتير يعني وهو برضو راجل معلم تانين وكله بيخاف منه بس بلاي ان فيه مقاتل تالت زهر وريح مع فيرونيكا وكلاويس لحد ما يقع المقاتل ده وهنا با بيقرر بو انه يروح يحط على المحارب ده بس بيضر المحارب انه يحط عليه وبيقلع الخوزة علشان تطلع محاربة واحدة يعني واسماله السيرة ودي بقى تبقى بنت ملكة انجلترا وبيتقول بو انها كانت عايزة تحارب كلاويس وذيروكا قبل ما توصل لمعلم التانين علشان تتعلم منه اكتر عن القتال وطبعا لما بيقول لابو انه هو معلم التانين بيتقول له لا يا جدع انت اقول كلام غير ده ده انا لسه مديالك على الناق دلوقتي وبتقرر انها تروح ورا الحرمية اللي سرقوا القفاس وبيفضل بو يتحيل عليها انها تاخدوا معاها بس بتقول له لاي صراحة انت طلعت اي كلام وانا كنت فكرة انك هتبقى جامد بس طلعت اي كلام ولما بتشوفي اني بقوا معاس وبع من القفاس بتقول له خلاص انا موافق انك تيجي معايا بس مش عايزة لك كتير علشان بصدع ده غير اني امشي وانت لو ما قدرتش تلحقني برا عني وفي نفس الوقت بيكون فيه كلاوس وذيروكا ماشيين ومعاهم القفاس لحد ما بيطلع عليهم ناس عايزين يسرقوهم فبيستخدموا القفاس السحري ده علشان يمسكوا اللي تلو عليهم ويدوهم علقة محتربة وبضربة واحدة من القفاس ده المكان كله بيتحول لبركان وحمم ونار ولكن فيه كرسى حصلت فيه وتاني يوم بيسحبوها لشان يلاقي نفسه بقى لوحده والوسيرة دي سابته وخلعت وتلعت جدعة بس بيقرر بو انه يجر وراها لحد ما بيلاقيها تاني وينا بنعرف هي ليه عايزة تقبض على الحرمية وده لان الاتنين دول كانوا سرقوا زمان من مالكة انجلترا اللي هي امي للوسيرة وعلشان كده ساجنتهم لحد ما يدري الاتنين انهم يغربوا وعلشان كده عايزين القفاس السحري ده ينتقموا بيه منها وبيتكون للوسيرة ووصلت للمكان اللي تحول لبركان ومش عارفة تعدي علشان يقول لها بو طب ظهري كده يعروسة ويفضل يتنطط على الصخور لحد ما يعد الناحية التانية وهي طبعا بتبقى غافة مش مش صدقه هو الصراحة اللي يشوف بو ما يصدقش انه يعرف يعمل كده خالص يعني وبيطلع بو الشاب قصيل وبيرمي حبل لوسيرة علشان تعرف تعدي به بس بيطلع عليه شوية حيوانات يقولوله النهر ده بتاعنا وانت عايز تيجي تعدي كده عادي من غير ما حد يعمل لك حاجة لا شغل علشان تعدي فبيقول بولي لوسيرة خليكي انت مسكة ام الحبل ده لحد ما شوف عايزين مني ايه وبيتحول بو عليهم علشان كده الشغلانة لمت مع ولما شوية بلطاجية يثبته معلم التنانين تبقى الشغلانة لمت بجد وبيفضل بو يدربهم واحد ورا تاني وينط على الحبل اللي مسكة فيه اللوسيرة واللي بتكون مش مصدقها ان بو ده يقدر يعمل كل ده وبعد ما بيخلص بوها لكل الحيوانات اللي كانت بيتحجمه بيكون كلاوس وفي روكا يستخدموا القفاس في مكان تاني قريب منهم وده اللي بيخل الصبوع اللي مع بوه هو كمان يشتغل ويطلع لون اخضر المهم بنروح لمدينة تانية جنبهم ودي فيها شوية مخطوطات كده يتسرقوا فبيجمع اهل القرية علشان يقبضوا على اللي سرقوها بس يقبضوا بالغلط على بنت الصغيرة ملهج ده وبحاجة اصلا وبياربوه اللي حصل علشان يقولها بوه انا روح انقذ الطفلة اللي ملهج زنب دي وانت خليكي هنا وبيدخل على المكان اللي البنت مسجونة فيه وبيفضل يكلم الحراس ويلهيهم شوية لحد ما يتدري بياخد الافس اللي البنت اللي محبوسة فيه وينط بيه من المكان بس تحت بيكون حراس الملك مستنيين بوه وبيقولوله على فين كده ده انت لسه جاء عندنا حتى وما خدتش واجب الديافة بس طبعا محدش عارف ان ده مش حتة دندة تخين لا ده معلم التنانين فبيمسك حراس الملك وبيفضل يضرب فيهم وفي نفس الوقت بتيجي اللوس يرعى علشان تساعده وتفضل تخبطيه كمان لحد ما يغضو البنت ويهربوه وبتحكي البنت قصة غريبة ان زمان كانت الارض دي كلها قرة واحدة وكان فيه شوية حيوانات شريرة عايزة هي اللي تحكموه بس القوة اللي يدوهم قررت انها ما تسكتش وعملوا اربع اسلحة علشان يمنعوا الشر من حكم الارض اول سلاح ده القفاز واللي خلاص بقى مع كلاوس وذي روكا وتاني سلاح ده كورباك بس مش اي كورباك ده كورباك روسي الى ساعك وفيه كمان اناء شكله غريب شوية والبنت كانت ناسية رابع سلاح ده يبقى ايه وكده بيفهم بو ان كلاوس وذي روكا دول مش سالين وعايزين الاربع اسلحة دول علشان يسيطروا على العالم لما تخلص البنت القصة بيرجع حراس الملك يترضوهم تاني علشان يهرب منهم بو ويرجعوا للملك يقولولوا انهم كانوا خلاص ماشيين في الخطة زي الفل بس بو معلم التنانين قطع على مهمتهم ونفخهم فطبعا بيداي الملك وبيدي اوامر لفرقة خطيرة كده عنده اسمها الفرقة المحرمة انهم يروحوا ورابو ده ويعلموا عليه وفي الوقت ده بيكون بو ماشي ولا على باله لحد ما بيلاقي عدد من مجلة مرمية على الارض ولما بيفتحها لشان يسلى شوية بدل لوسيرة اللي مش تاي ادي بيلاقي ان العدد ده بيتكلم عن نفس القصة اللي البنت حكيتها وبيشرح كمان الكورباك وانه كان مع واحدة بتحارب بيها لشان تهزم الشر بس لما الكوكب تأسم وكده خبت الكورباك ده في مكان علشان ما حدش يعرف يوصله وبيقول العدد ان ما كان الكورباك هيتكاتب في العدد اللي بعده من المجلة وبياخد بو اسم الكاتب وبيفضل مصمم انه يروح يزوره وطبعا بيتكون لوسيرة رفضة في الاول لحد ما تقتنع ويتروح معاه في الاخر بس هناك بيلاقي على باب الكاتب ما احطوه تعلامة ان ابوه ممنوع من الدخول ولما بتدخل لوسيرة وهو مش عايز يشوف وش حد منهم هنا بدل ميزة على الام وطبعا كل ده بو واقف بره وعلى اخره ومش عارف يامل ايه لحد ما بيتنكر وبيدخل جوه لوسيرة وبيقوله بقولك ايه فكك من الابل ده احنا لازم نلاقي العدد قبل ما الدنيا تخرب وفعلا بيقدر الاتنين النوم يوصلوا للعدد اللي بعده اللي لسه منزلش بس قبل ما حد فيهم يقرأ حاجة بيوصل ابن الكاتب ويقولهم مش انا قلت مش عايز يشوف وش حد هنا وبيضرب انزار علشان الناس كلها تسمعوا والمشكلة ان كمان الفرقة المحرمة بتسمع الانزار وبيتحدد مكان بوه وبيبضل بوه يتحيل على ابن الكاتب ويقوله احنا اصلا عايزين ننقذ الكوكب مش عايزين نأذيك ولا حاجة ومكان الكرباج ده هينفعنا فبيحكي ابن الكاتب ان المحاربة ما خبتش الكرباج ولا حاجة وانها المفروض خبت الكرباج ده مع محاربين علشان محدش يقدر يوصلوا فبياخد الاتنين الخريطة وبيقرروا انهم يروحوا لمكان الكرباج بس بيكون الفرقة المحرمة واصلت والفرقة دي بقى ما عندها شي زار وجوه معلم التنين ده مش بيأكل معاهم وبيقدروا انهم يقبضوا على ابوه لما تشوف لوسيرانا كده كده خربانة خربانة بتقول لبوه طريس سلامة انت انا اروحها للخريطة دي علشان اوصل للكرباج وانت بقى معلم التنين يعني فشوفها تتصرف ازاي وبتكمل فهلا لوسيرانا في طريقها وبتاخد معاها واحدة صغيرة كده كانت انقذتها في اول المسلسل وبتكمل ماشي على الخريطة بس بتفضل برضو تفكر في الندالة اللي عملتها مع بو دي وبيتكون عايزة ترجع وفي نفس الوقت بيكون كلاويس ماشي مع فيروكا في السحرة والشمس خلاص اتموتهم فبيقول لها كلاويس انا ايه اللي خلاني امشي وراك كما انا كنت زي الفل وبنرجع بقى لبوه اللي الحظ بيخدمه بيخلي الافص اللي هو فيه يقع من الفرقة المحرمة من على مكان عالي علشان يتفتح وبيطلع منه بوه ويجري من المكان لحد ما بيلاي ان فيه واحد من الفرقة المحرمة دي ماشي وراه علشان يلفلوا بوه ويمسكوا ينفخوا بس بيقول له الشخص ده عايب عليك ده انا بحبك وكنت اصلا عايز اقول لك كده من زمان بس انت عارف بقى احنا المفروض اعداوي كده فبيقول له بوه ايه ده يعني انت مش مع الفرقة المحرمة وبيفهم ان ده واحد من الناس اللي معجبين بمعلم التنانين وعايز يساعده وبيكمل بوه ماشي معاه لشان يوصل للمدينة وبيوصل بردو والبنت الصغيرة وفي الاخر بيوصل كلاويس وفي روكا اللي خلاص جابه جاز من كتر المشي في السحرة ولما بيشوفوا ان كلاويس وفي روكا موجودين بيقول لا بقى انا لازم اروح عرفهم غلطهم ولما بييجي يقوم بيكتشف ان بتاهي الفرقة المحرمة عملوا فقه اصلا وربطوا في الكرسي وبيقول لي بوه شربتها كروديا انا باها اسلمك واخد مكانك فلوس بس بتشوفهم الاسرة وبتروح جاري على المكان علشان تلاقي ان كمان كلاويس وفي روكا نات فبتجري وراهم لحد ما تقدر تمسك في روكا وبيتقول لهم مش انت اللي امي سجنتك علشان سرقتي ده انت كمان يوم هاتلت حد تعرفي ده كان مين اخويا يعني انت هاتلت الامير فانا هنفخك يعني هنفخك بس ابلي ما اعمله حاجة بيوصل محارب مغطي وشه وما حدش عارف دميا وبيقدر انه يغفل بو ولوسرة ويقبض عليهم ويربطهم بحبال وبيخلي كلاويس وفي روكا يقربوا من المكان وطبعا بتستغل البنت الصغيرة الفرصة دي وبتروحها لشان تدي البوه خريطة ويقول له امشي بالزبط زي ما انا كد وانت هتوصل لمكان الكرباج اللي ارفتنا بيه وفعلا بيهرب ابوه مع اللوسرة اللي بتفضل تفتكر اخوها اللي تقتل وهي صغيرة واللي كان مقاتل قوي جدا وشجاع وهي كانت دايما عايزة تطلع زيه ولما بيرخم عليها ابوه يرمع لها الرملة بتفوق اللوسرة من التخيلات وتقول ابوه لا مش ناصين هبله يلا بسرعة لشان نلحق وفي نفس الوقت بيكون وصل اللي هرب للبنت اللي ساعدت بوه ولوسرة وبيقول له لو مش عايزاني اقزيكي وريني بوه راح فين علشان تديرو دي هتوصلك ليهم وفي الوقت ده بيكون بوه ولوسرة مشه في الصحرة كتير لحد ما تعبو ومش لايين ولا اكله ولا مية فبيقول له ابوه احنا لازم نريح علشان اللي بيحصل ده غلط وبعد ما بيتصمم لوسرة انهم يكملوا ماشي بيدخل عليهم الليل علشان يبقى الاتنين خلاص مش قادرين يتحركوا فبيقرروا انهم يناموا شوية علشان يصحوا فيقين والتاني يوم بيكون كلاوس وفي روكا ماشيين وراء اللي كان ابوه ولوسرة ده لحد ما بياخد باله وبيرجع يمسكهم وبيكون خلاص هيقتلهم لحد ما بيقول له كلاوس انت ليه عايز تقتنها احنا ما نعرفكش اصلا وبعدين انت عايز بوه علشان تنتهم منه ليه احنا مش عارفين بس ده اللي انت عايزه يعني فخلاص بقى سهل اخد بوه يا عم ويفرح به واحنا عايزين الخريطة ناخدها برضو وكل واحد مع حاله بقى وبتعجبوا الخطة دي وبيوافق عليها وفي الوقت ده بيتكون لوسرة عمالة تحدد مكانهم فين على الخريطة لحد ما تقول لي بوه النوم كده في المكان الصح بس ليه ما فيش مدينة بقى وبيفضل الاتنين يلفوا في المكان لحد ما بيلوا بحيرة لشان يقول بوه حالو احنا كده بدأت تصبط معانا وبعد شوية لف حلوين البحيرة دي بيطلع على تمثال ضخم من السخور وبيكون هو ده المدينة اللي هم عايزينها فبيدخل الاتنين من بقى التمثال وبيفضلوا يدوروا على الكرباج السحري لحد ما يلاقوه فعلا محطوط على مكان كده وما فيش حد جنبه ولا حاجة فبيروحوا ياخدوه بس بيطلع لهم اردع جزة تقول لهم على فكرة انا اللي بحرص الكرباج ده واللي بتملوه ده مش كويس علشانكم بس عموما يعني مش مهم لان محدش عارف يطلع من التمثال اللي مالوش مخرج ده وهنا بقى بتفضل لوسيرا تشحط عليهم وتقول لها ليه كده ده احنا غلابة وجايين هنا علشان ننقذ الارض من الشر قبل ما حد يسيطر على الاسلحة والكرباج ده ومش عايزة بقى اقول لك ساعتها هاي كرباجنا على ايه بالزبط فبيصابوا على القردة اللي بتقول لهم خلاص تعالوا معايها لشان فيه مخرج وده احتمال ينفع يعني بس مش احتمال كبير ولا حاجة وبتاخد منهم الكرباج وتقول لهم ده تأدولة ورفته تيرابوا من هنا وبيمشي وراء ابو ولوسيرا لحد ما تقول لهم يمسكوا الحبل ده ونطه تحت ولما بينزل الاتنين بيلاءوا ان المكان اللي وقعوا فيه كله اياكل عظمية عايزة تقتلهم تخيل لما الايكل العظمي نفسه هو اللي يحربك المهم يعني بيتحدوا ولوسيرا مع بعض وبيفضل الاتنين يحربوا مع بعض لحد ما بيقدروا انهم يقتلوا كل الهاكل العظمية اللي مش بتقدر تعمل معاهم حاجة وبعدها بقى بيتشوف الارضة كل اللي حصل وبيتقول لهم لا الله ينور انا نبعرطي من المشهد ده وشوية وعاية تبتديهم الكرباج علشان يستهلوه وتقول لهم على المخرج منين وبكده بيكون بولوسيرا جمعوا اول سلاح من الاربعة ولسه الرحلة طويلة قدامهم وبس كده بيخلص الجزء ده من المسلسل استنونا في افلام ومسلسلات كتير ودعمونا باللايك والاشتراك في القناة وما تنساش تصلي على النبي واشوفكم على خير ومع السلامة